السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تبني قاعدة عملاء عندك في برنامج لين فايننس من شركة الارتكاز الطريقة سهلة إذا عميل حب يشتري منك شيء تقدر تدخل اسمه هنا تضطر لهم قاعدة عملاء بعدين إضافة عميل نوع العميل سواء فرد أو شركة مثلا شركة نقل الحماد هذا اسم العميل تدخل البريد الإلكتروني تدخل رقم الهاتف إذا كان هناك رقم هاتف إضافي تدخلوا أيضا الدولة المدينة مثلا الدولة زي ما تشوفون كتبت بالإنجليش لكن بإمكانكم كتابته بالعربي والمدينة والمقاطعة اسم الشار رقم البناية إلى آخره جميع معلومات العميل الرقم الضريبي مثلا وتقوم بإنشاء اسم العميل وإضافته إلى قاعدة بيانات العملاء ستكون عندك محفوظة بالبرنامج كيف تستخدمها مثلا إذا حبيت بيع للعميل شيء شاء فاتورة مدفوع إلى شركة الحماد نقل الحماد بعد أن تطلع جميع معلوماته هنا فهذه أفضل طريقة لحفظ بيانات العملاء عندك في البرنامج إذا أصدرت فاتورة مثلا أكتبت هنا الشركة وكتبت اسم العميل هنا لن يكون عندك محفوظ بقائمة العملاء بس يكون اسمه موجود خلال إصدار الفاتورة فقط ورح يختفي لكن إذا حفظت بقاعدة بيانات سيكون محفوظة عندك بشكل دائم أتمنى أن الفيديو أفادكم واشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر